أثار قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعودة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم أثار حافظة الشارع العراقي فيما أكد مراقبون أن القضاء واجه ضغوطات كبيرة أجبرته على اتخاذ قراره الأخير بل الإصلاح الجذري للترقيعي تفجرت أزمة تبادل الاتهامات والتهديدات بين التيار الصدري الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد وبين حزب الدعوة بقيادة نور المالكي على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الأخير إلى منصبه نائبا لرئيس الجمهورية فقد اتهم نواب عن كتلة الأحرار أطرافا في التحالف الوطني بالمشاركة لتمرير ما وصفه بالصفقة لعودة نواب رئيس الجمهورية مع الأسف أنتم أسأتم للقضاء وأسأتم لمناصبكم وجعلتون أضحوكة أمام الناس والعالم كله وبعدين أنت من ترجعهم أذول الرجل المفلوس وأحنا في أزمة يعني كيف تتجاسر وتتكلم هذا الكلام لا بارك الله بالمحكمة ولا بارك الله في أعضائها هذا أثار حفيظة الشارع العراقي وحفيظة المتظاهرين والذين اندفعوا إلى الشارع العراقي من أجل التخلص من نظام الفساد ونظام الرشاوي ونظام المحسوبية والمنسوبية مع الأسف يمكن أن المحكمة الاتحادية تأخرت هذا يفسر بيظنون لدى الشارع العراقي ربما هذه المحكمة قد تعرضت إلى ضغوطات أو أنواع أخرى بعد مضي عام على الاحتجاجات الشعبية والجماهيرية والتظاهرات التي عمت البلاد يأتي قرار المحكمة الاتحادية ليعادة نواب الرئيس إلى مناصبه ضاربة أبسط بادرة أمل للإصلاح تحت ذريحة الدستور الذي أصبح عبءا كارثيا على الشعب والذي أنتج هذه المآسي وهذه الطبقة السياسية التي تزداد ثراء في الوقت الذي تسحق فيه الطبقة الكادحة وتنهار الطبقة الوسطى ويرى مراقبون أن الصراع السياسي الحاد بين التيار الصدري الذي يتهم نور المالك بالمسؤولية عن تفشي الفساد والطائفية والانهيار الأمني في العراق خلال فترة رئاسته للوزارة لفترتين يبدو أنه متجه نحو التصعيد في ضوء إصرار القوى السياسية على تجاهل المطالبات بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين مقابل تمسك التيار الصدري والتيارات المدنية وبعض النواب بتحقيق الإصلاح الشامل مما يؤشر إلى اتساع الخلافات داخل التحالف الوطني الذي يحاول جمع الكتل المنظوية فيه على موقف محد